اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كيفية علاج التهاب البول عند النساء وتشخيصه وأسبابه تشخيص التهاب البول عند النساء الشعور بألام ونغز متكرر في أسفل البطن ممتد إلى أسفل الظهر الشعور بالحرقة والألام أثناء عملية الإخراج الشعور دائم بالرغبة في التبول مع عدم وجود شيء للإخراج تضاعف كمية استخدامك للحمام كثرة الذهاب إلى الحمام أثناء النوم تغير لون البول بشكل ملحوظ ظهور دم مع البول قد يصاحبه أعراض مثل التقيؤ وارتفاع درجة الحرارة لكنها ليست أعراضا شائعة علاجه تناول الكثير من الماء لأن المياه تعمل على تنظيف الأمعاء وتخليص الجسم من البكتيريا التي تصيب المثانا كما ستعمل على تخفيف التكوين الكيميائي للبول مما يساعد على راحة الإحليل الإبتعاد عن الإمساك قدر الإمكان وعدم حبس البول داخل الجسم لفترات طويلة لأن ذلك يعمل على تشنج شرايين أسفل البطن كما أن وجود البول داخل الجسم لفترات طويلة يزيد من معدل البكتيريا ارتداء الملابس القطنية التي تمتص الرطوبة وتعمل على عدم تكاثر البكتيريا بالإضافة إلى الملابس الفطفاضة الواسعة استخدام الكمادات الدافئة في هذه المناطق يساعد على تخفيف الألم وارتخاء الشرايين مما يساعد على التحسون لماذا يتكرر التهاب البول عند النساء؟ إن الخضوع للعمليات الجراحية ودخول الجسم في حالات مرضية غير حالاته العادية قد تكون سببا كبيرا في الإصابة مرة أخرى والممارسات الزوجية المستمرة قد تكون سببا هاما في الإصابة المتكررة بالتهاب البول لدى النساء بلوغ النساء سن اليأس والدخول في حالة الجفاف المهبلي تجعل النساء معرضات للالتهاب البولي أكثر من الرجال الحمل والرضاعة وعدم استقرار حالة الجسم تجعله عرضة للالتهابات البولية بصورة متكررة وتزيد نسبة النساء بالإصابة بالتهاب البول إذا قامت بتركيب قصرة لإفراغ البول إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر